نعم يعني التطورات الميدانية هي مواجهات تندلع لكنها بصيغة محدودة بعد إغلاق ومواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخل بلدة بيتة إلى الجنوب من المدينة حيث لليوم الثاني على التوالي يواصل جيش الاحتلال إغلاق المدخل بالسواتر الترابية وكذلك أيضا المكعبات الإسمنتية يمنع عملية الدخول والخروج للبلدة التي تشكل شريانا أساسيا لقرى جنوب نابلس في عملية التواصل الجغرافي بعيدا عن الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وابلا كثيفا من القنابل الغازية أدى لإصابة خمسة من الشبان الفلسطينيين يقول الهلال الأحمر الفلسطيني أن كافة الإصابات تم التعامل معها ميدانيا ولم تضطر التواقم لنقل هذه الإصابات إلى المستشفيات جيش الاحتلال أيضا أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه عدد من الزملاء الصحفيين الذين تواجدوا في المكان وبالتالي الساعات القادمة تحمل ترقض هنا في مناطق شمال الضفة الغربية مسؤول مقاومة مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أطلق تحذيرا عاما ودعا للنفير العام للاستعداد والبقاء في حالة يقضى تحديدا في مناطق جنوب نابلس هناك خشية أن الساعات القادمة مع انتهاء إجازة يوم السبت والتقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تتحدث عن نية المستوطنين لتنفيذ هجوم باتجاه الفلسطيني كرد انتقامي على العمليات التي وقعت خلال الساعات الماضية أن تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق جنوب نابلس نتحدث عن قرى بورين ومادمة وكذلك أيضا عصيرة القبلية بيتة وحوارة وكذلك أيضا الامتداد نحو الأغوار باتجاه عقربة وأسرين وقصر هذه المناطق في حالة استنفار وهناك دعوات خلال ساعات الليل تحديدا نحن نتحدث عن قرابة الساعة وتنتهي إجازة السبت ويبدأ المستوطنون بالخروج إلى الشوارع هناك دعوات لعملية مواصلة السير على الطرق الالتفافية والطرق الرابطة وعدم الخشية من التنقل مع طبعا دعوات للتصدي للمستوطنين يخشى الفلسطينيون حقيقة أن يتكرر سيناريو عائلة دوابشة بإقدام المستوطنين على مجزرة في خطوات انتقامية وهذا أيضا يتزامن مع فعاليات شعبية ابتهاجا بالعمليات المسلحة في مناطق الضفة الغربية انطلقت من جنين شاملة تول كرم وكذلك نابلس وعدة محافظات أخرى لكن الأبرز كانت هناك في جنين حيث دعوة أمينسر حركة فتح حطى أبرميلة لتوحيد الصف الفلسطيني وإلقاء الانقسام خلف الظهور وأن فتح وحماس والجهاد وكافة الفصائل ميدانيا في خطوة واحدة أمام التصدي لهذا الإرهاب الإسرائيلي وقال بأنه حان الوقت الآن لحمل البندقية ودعا للنفير العام في صفوف كتائب شهداء الأقصى هذا في عقب أن تحولت بيوت العزاء في مجزرة جنين التي تستمر لليوم الثالث على التوالي إلى بيوت للفرح عكس فيها الفلسطيني عن طبيعية هذا الرد أمام استمرار الجرائم ووقوف العالم بصمت أمام مذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدن شمال الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اقتحامات مستمرة أيضا هناك خشية أن تشهد الساعات القادمة في ذل قرارات الكبانت الإسرائيل التي سيتدارسها هذا الكبانت الذي سيجتمع لأول مرة لربما أن يكون هناك سلسلة من عمليات الرد في عمق المدن الفلسطينية أقصى الجنين وكذلك أيضا نابلس باعتبار كتيبة جنين سرايا القسط تتسيد المشهد العسكري وهنا في مدينة نابلس مجموعات عرين الأسود لربما نشهد خلال الساعات القادمة تصعيدا إسرائيليا سواء كان عسكريا أو استيطانيا بتوسيع رقعة الهجمات باتجاه المناطق والقرى والبلدات الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر